انا مش طالع اقول لحضرتك ان في حلول للمشاكل اللي موجودة في اليوتيوب ولكن طالع اطمنك تقريبا المشاكل دي كلنا حرفيا بنمر بيها طبعا حضرتك لو بتفكر في الساعات فان فترة اخيرة في خصومات مهولة في الساعات وعدم احتساب ايام كتير جدا وحضرتك لما بتيجي تحقق ال4000 ساعة مشاهدة بتحسبها بالورقة والقلم انا بقول لك لو مش عايز تزهق سيب الورقة والقلم الفترة دي وكمل في انشاء المحتوى لان حضرتك هتزهق وتقرف وتتخنق من اللي بيحصل في الساعات ولو حضرتك متابع الوقت الفعلي للمشتركين عندك في قناتك فانا بقول لحضرتك ما تتبعوش لان ده برضو حيزهقك ويخنقك النهاردة انت بتزيد خمس مشتركين قبل ما تنام بيروحوا بكرة الصبح بيروح اكتر بيرجع تاني يتساوى يزيد اتنين يروح خمسة ولا حياته لمن تنادي في عدم احتساب المشتركين بطريقة صحيحة لو حضرتك بتفكر في المشاهدات فانا بقول لك ان في مشاكل كبيرة جدا في عدم احتساب المشاهدات يعني في ناس بتتفرج بس ما فيش ارقام بيتعملها update بالفعل في خلل كبير جدا في احتساب المشاهدات وده برضو مؤثر على نفسية منشئ المحتوى اللي انا لو جيت قلت لحضرتك ان في حل فالحل ان اليوتيوب يتضبط كده ويقول بسم الله ما شاء الله يا رب اشتغل بما يارد الله لان اليوتيوب الفترة الاخيرة ما بيشتغلش بما يارد الله اطلاقا خصوصا ان الارباح برضو الفترة الاخيرة في انخفاض مهول وطلع مش شهر سعادة اطلاقا تطلع شهر تعاسة واللي بنشوفه الفترة الاخيرة حاجة ملهاش حلول غير ان حضرتك تنشئ المحتوى بشكل مستمر يا متوحد يا فكرة زهقنا منك وانت بتقول انشئ المحتوى واشتغل احنا بنشتغل وما فيش مقابل احنا بنتعب وما فيش رد الفعل احنا بنعاني وما فيش ناس بتقدر عايز اقول لحضرتك في بعض في بعض الاحيان لو انت فاتح محل بيجي لك موسم ركود لو انت قفلت فيه ما نزلت الشغل حتتنسي الناس حتنساك علشان كده بطالب منك مهما كانت المشاكل انك تستمر في انشاء المحتوى ولكن الفترة الاخيرة بنصحك نصيحة من اخ لاخوه ابعد عن الاحصائيات والله العظيم تلاتة بقى لي خمس ايام مبسط على احصائياتي على الرغم ان انا متابع جيد لها ولكن ببص بص خفيفة كده اشوف الارباح بتزيد زيادة عالية او لا ايه اللي بيحصل في اليوتيوب الفترة الاخيرة ولكن فيه انخفاض كارثي ومستمر في انشاء المحتوى وكمان مستمر في البس المباشر الساعة عشرة يوميا على قناة المتوحد فكرة المشاكل دي بتمر على الجميع اللي هيكمل هو اللي حينجح اللي هيكمل هو اللي هيحتفل قدام بانجازاته مرات ظهور اكتر مشاهدات اكتر من خلال عدد فيديوهات اكتر مع الاهتمام بانك تكون بحسي يعني انا الفترة الاخيرة بطالب من حضرتك انك تنزل فيديوهاتك كلها بحسية بطريقة كيفة ماذا هل طريقة عمل يعني ابحث عن حاجة ولا ايك لان الاقتراحات ميتة مرات الظهور معدومة حيز اقول لحضرتك ان انا عندي مرات الظهور نزلت من ربعمائة الف لمتين الف ولكن مستمر في انشاء المحتوى ما عنديش اي مشكلة والنهاردة بضاعف عدد فيديوهاتي علشان اعمل توازن ما بين الفترة الانتكاسة والفترة اللي انا بكون مزدهر فيها شكرا لجميع المشاكل دي عامة وانا حبيت اوضحها لك علشان مش تايما تلعب في دماغك ان المشكلة دي مشكلتك لوحدك لا احنا جميعا بنمر بالمشاكل دي خصوصا كمان ان اليوتيوب الفترة الاخيرة بدأ يعمل مراجعات بشكل مستمر للفيديوهات الخاصة بملخصات الافلاب الفيديوهات الخاصة بالمحتوى الصوري الفيديوهات الخاصة بالدولار الاصفر فحتلاقي قنوات الدولار الاصفر فيها بيزيد الاحمر بيزيد اكتر اليوتيوب نزود شروطه قوي بيراجع بشكل غشيم شوية ولكن احنا مستمرين في انشاء المحتوى يلا اعمل لعليك واسعه واسيبي الباقة لربنا ان الله لا يديع عجر من احسن عمله وتوكل على الله شكرا